ونترككم الآن مع شرح لمادة الرياضيات متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعلمة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني عشر بفرعيه الأدبي والشرعي أهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين التي تبث على موجة 102.1 من 10 أفأم معكم المعلمة سعدية مقاط معلمة مبحث الرياضيات من مدرسة هاشم عطاء الشوى الثانوية للبنات نلتقى اليوم بكم في حلقة جديدة من مادة الرياضيات للصف الثاني عشر وعنوان درسنا لهذا اليوم هو النظير الضربي المصفوفة المربعة من الرتبة الثانية طبعا يوم إن شاء الله رب العالمين رح نختتم درس النظير الضربي فحيتكون هذا آخر جزء من درس النظير الضربي واللي حنتعرف خلاله على حل معادلة مصفوفية حل معادلة مصفوفية بطريق طبعا النظير الضربي خلينا نروح مع بعض لصفحة 78 من الكتاب المدرسة إذا كانت المصفوفة اللي مدخلاتها 2-5-1-3 ضرب المصفوفة سين اللي تساوي المصفوفة اللي مدخلاتها 1-202 مطلوب مني أوجد المصفوفة سين إيش يعني معادلة؟ إيش حل المعادلة؟ يعني إيجاد المجهول طبعا بما إنه هان معادلة تتعامل بالمصفوفات فحيكون المجهول عبارة عن مصفوفة إذن أنا المطلوب مني أوجد المصفوفة المجهولة سين لاحظوا أعزائي الطلاب مصفوفة ضرب سين تساوي مصفوفة ما بعد إشارة المساواة مصفوفة من الرتبة 2-2 إذا كانت ما بعد إشارة المساواة مصفوفة من الرتبة 2-2 على طول لازم أحط بدام عيوني وركزي كتير إنه هان تحل فقط بطريقة النظير الضربي إذن ما بعد إشارة المساواة إذا كانت المصفوفة من الرتبة 2-2 تحل بطريقة النظير الضربي فقط ماشي شغلة تانية الآن أنا عندي مصفوفة اللي هي 2-5-1-3 ضرب سين لاحظوا المصفوفة المعلومة إجت قبل المصفوفة المجهولة إذا إجت المصفوفة المعلومة قبل المصفوفة المجهولة فهنا حاجة اسمها ضرب من اليمين ضرب من اليمين المصفوفة المعلومة قبل المصفوفة المجهولة حيكون عندي ضرب من اليمين طيب نبدأ على بركة الله الآن كيف أنا بدي أحل هذه المعادلة بطريقة النظير الضربي المصفوفة المضروبة في السين اللي هي 2-5-1-3 بما إنه العلاقة بينها وبين سين عملية ضرب إذن بقدرش أتخلص منها إلا بالنظير الضربي لها بإيجاد النظير الضربي لها هفرض إنه هذه المصفوفة أسميها المصفوفة ألف واللي بعد إشارة المساواحة سميها المصفوفة جي تمام؟ فحيصير عندي ألف ضرب سين تساوي جي أعتقد هذا بذكرني بحل نظام من المعادلات الخطية بطريقة النظير الضربي إنه لما كونت المعادلة المصفوفية كانت على الصورة ألف ضرب عين تساوي جيم هنا بدل عين إش في عندي؟ سين ألف ضرب سين تساوي جيم فنفس الشيء هيكون عندي قاعدة الحال سين تساوي نظير ألف ضرب جيم نظير ألف ضرب جيم طيب نركز مع بعض خطوة بخطوة أولا مصفوفة ألف اللي أنا فرضتها اللي مدخلاتها اثنين خمسة سالب واحد سالب ثلاثة بدأ أجيب إلى النظير الضربي عشان أجيب النظير الضربي أولا بدأ أجيب محدد ألف اللي هو حاصل ضرب القطر الرئيس ناقص حاصل ضرب القطر الثانوي اثنين ضرب سالب ثلاثة وخمسة ضرب سالب واحد اثنين في سالب ثلاثة سالب ستة ناقص خمسة في سالب واحد سالب خمسة صار عندي سالب ستة ناقص سالب خمسة يعني سالب ستة زائد خمسة والجواب رح يكون سالب واحد إذن قيمة محدد ألف يساوي سالب واحد إذن مصفوفة ألف مصفوفة غير منفردة وبالتالي لها نظير ضربي أكمل ألف إنفرس حتساوي واحد على جواب المحدد اللي طلع معي اللي هو سالب واحد واحد تقسيم سالب واحد ضرب أفتح مصفوفة أبدل فيها أماكن القطر الرئيس وغير إشارة القطر الثانوي حيصير سالب ثلاثة واثنين تحد وسالب خمسة وموجب واحد يعني أصبحت ألف إنفرس تساوي واحد على سالب واحد ضرب الصف الأول سالب ثلاثة سالب خمسة الصف الثاني واحد اثنين لحظوا أعزائي الطلاب لما يكون المقام عندي واحد على سالب واحد يعني المقام واحد سواء كان موجب ولا سالب دخلوا لي يعني أضربوا بالمصفوفة واحد أو سالب واحد أضربوا بالمصفوفة فعندي هان سالب واحد إش هتأثر على المصفوفة حتغير الإشارات المدخلة الموجبة بيصير سالبة والمدخلة السالبة بيصير موجبة فحيكون عندي ألف انفرس تساوي حيصير عندي الصف الأول 3 5 غيرنا الإشارات الصف الثاني سالب 1 سالب 2 أيضا غيرنا الإشارات الآن أنا وصلت لإني أوجدت النظير الضربي للمصفوفة ألف الخطوة التالية إحنا قلنا عندي المعادلة صارت على الصورة ألف ضرب سين تساوي جيم وقلت إنه حتخلص من ألف بالضرب في النظير الضربي من اليمين لأنها إجت قبل سين حيكون الضرب من اليمين يعني بالضرب في ألف انفرس من اليمين ليش من اليمين لأنه مصفوفة ألف إجت قبل المصفوفة المجهولة سين فحيصير عندي ألف انفرس ضرب ألف ضرب سين تساوي ألف انفرس ضرب جيم يا أنت طب ليش أنت بتضرب ألف إنفرس على طرف التانية أنطي المعادلة زي كفتين الميزان شفت الميزان كيف لو حطيتي كيلو في التكفى اليمين لازم تحطي جبالها كيلو في التكفى الاشمال حتى تضل هالميزان عدل معدول لكن لو إنه واحد أكثر من التاني حيميل الميزان وإحنا هان معادلة ميزان لازم يكون اللي أعمله على اليمين أعمله على الشمال طبعا عندي في الطرف الأيمن ألف إنفرس ألف حتعطيني مصفوفة الوحدة ميم اتنين ضرب مصفوفة سين حتساوي ألف إنفرس ضرب جيم طبعا وحكينا مصفوفة الوحدة ضرب أي مصفوفة حتظلها نفسها يعني سين حتساوي ألف إنفرس في جيم الآن وصلنا لأنه الصورة اللي أنا بدي أوصل من خلالها للمصفوفة سين إنه سين تساوي ألف إنفرس في جيم ألف إنفرس أنا حسبتها جيم هو معطيني إياها فهعوض أكتب بالأول مصفوفة ألف إنفرس اللي هي 3 5 صف الأول سالب 1 سالب 2 الصف الثاني ضرب المصفوفة G اللي مدخلاتها الصف الأول 1 2 الصف الثاني 0 2 الآن كل اللي علي أعمل عملية الضرب وبكون وصلت للمصفوفة C بكون وصلت للمصفوفة C نبدأ عملية خلينا نذكركم بعملية ضرب المصفوفات الصف الأول في العمود الأول 3 في 1 زائد 5 في 0 الصف الأول في العمود الثاني 3 في 2 زائد 5 في 2 الصف الثاني في العمود الأول سالب 1 في 1 زائد سالب 2 في 0 الصف الثاني في العمود الثاني سالب 1 في 2 زائد سالب 2 في 2 إذن مصفوفة سين راح تساوي أجمع الأرقام الجوى المصفوفة 3 في 1 3 5 في 0 0 يعني 3 زائد 0 3 المدخلة اللي جنبها 3 في 2 6 5 في 2 10 6 زائد 10 حتكون 16 نكمل سالب 1 في 1 سالب 1 سالب 2 في 0 0 حيكون سالب 1 آخر مدخلة سالب 1 في 2 سالب 2 سالب 2 في 2 سالب 4 والجواب سالب 6 إذن وصلت قدرت أوصل المصفوفة سين مدخلات الصف الأول فيها 3 و 16 ومدخلات الصف الثاني فيها سالب 1 وسالب 6 وهيك أنا قدرت أوجد المصفوفة المجهولة سين باستخدام طريقة النظير الضربي إذن ولا في أبسط منها الخطوة الأولى بحدد من هي ألف الخطوة الثانية بجيب نظير ألف الخطوة الثالثة إذا كانت ألف جاية قبل سين فبكون ضرب من اليمين وعلى طول بحكي سين تساوي ألف إنفرس في جيم خلينا ناخد مثال سؤال آخر حتى نثبت المعلومة أكتر لو أخدنا صفحة 79 سؤال خمسة ألف نفس النمط عشان نأكد بس على المعلومات عندي المصفوفة مدخلات اللي هي الصف الأول فيها 3 وسالب 2 الصف الثاني فيها 5 و 1 ضرب المصفوفة سين تساوي المصفوفة لمدخلات الصف الأول فيها سالب 13 و 26 ومدخلات الصف الثاني فيها 39 و 13 والمطلوب إن أحل هذه المعادلة المصفوفية طبعا أكيد هحلها بطريقة النظير الضربي لأنه بعد إشارة المساواة مصفوفة مربعة من الرتبة الثانية أولا على طول بدأ أحدد من هي مصفوفة ألف طبعا هي المصفوفة المضروبة في سين مصفوفة جيم اللي هي بعد إشارة المساواة إذن صارت ألف في سين تساوي جيم نفس المثال لحلنا على طول بدأ روح أجيب محدد ألف اللي هو 3 في 1 ناقص سالب 2 في 5 3 في 1 3 سالب في سالب موجب 2 في 5 10 وحيكون الجواب 13 إذن محدد ألف يساوي 13 ألف إنفرس هتساوي 1 على 13 ضرب أفتح مصفوفة أبدل القطر الرئيس هيصير 1 فوقه 3 تحت أغير إشارات القطر الثانية وحيصير موجب 2 خمسة فصار عندي ألف إنفرس أفواً سالب 5 فصار عندي ألف إنفرس تساوي 1 على 13 ضرب مصفوفة الصف الأول فيها 1 2 الصف الثاني فيها سالب 5 و 3 الآن الواحدة 13 هذي مش حدخلها يعني مش حضربها في مدخلات المصفوفة خليها تستنى لما أشوف الخطوة اللي بعدها بعد هيك حكتب سين تساوي ألف إنفرس ضرب جيم أعود مكان ألف إنفرس اللي هي 1 على 13 ضرب المصفوفة الصف الأول 1 2 الصف الثاني سالب 5 3 ضرب مصفوفة جيم الصف الأول سالب 13 الصف و 26 عفوا الصف الثاني 39 و 13 وبعد هيك بدي أجري عملية ضرب المصفوفات 1 على 13 حتظلها برها تستناني ضرب أفتح مصفوفة كبيرة أضرب الصف الأول في العمود الأول 1 في سالب 13 زائد 2 في 39 الصف الأول في العمود الثاني 1 في 26 و 20 زائد 2 في 13 الصف الثاني في العمود الأول سالب 5 في سالب 13 زائد 3 في 39 الصف الثاني في العمود الثاني سالب 5 في 26 زائد 3 في 13 الآن أبدأ أجمع 1 على 13 فيه 1 في سالب 13 سالب 13 زائد 2 في 39 30 2 في 9 18 2 في 78 المضخلة الثانية 1 في 26 26 زائد 2 في 13 26 يعني 26 زائد 26 الصف الثاني سالب 5 في سالب 13 سالب في سالب موجب 5 في 3 15 5 في 1 65 زائد 3 في 9 27 3 في 39 1 و 2 11 65 زائد 117 آخر مضخلة آخر مضخلة سالب في موجب حيعطيني سالب 5 في 6 30 5 في 2 10 10 و 3 13 يعني سالب 130 زائد 3 في 13 39 آخر إشي التجميعة 1 على 13 فيه 78 ناقص 13 حيعطيني 64 26 26 و 26 52 آآ خمسة و 7 12 7 8 182 آآ طبعا حيعطيني سالب آآ 30 مع 30 آآ حيعطيني سالب 91 آآ آخر شغلة حضرب كل المدخلات في 1 على 13 سين حتساوي 1 على 13 في 64 1 على 13 في 52 1 على 13 في 182 1 على 13 في سالب 91 وأوجد الناتج طبعا بسهولة هيك إن شاء الله نوجده عندي 65 تقسيم 13 حيعطيني 5 إذا أول مدخلة جوابها 5 المدخلة الثانية عندي 52 تقسيم 13 حيعطيني 4 إذا الصف الأول 5 و 4 الصف الثاني 182 تقسيم 13 حيعطيني 14 15 و آخر وحدة سالب 91 تقسيم 13 حيعطيني سالب 7 وبهيك بنكون أوجدنا المصفوفة المجهولة مدخلاتها الصف الأول 5 و 4 الصف الثاني اللي هو 14 و سالب 7 هذا في حالة لما تكون مصفوفة ألف قبل مصفوفة سين طب لو كانت ألف بعد مصفوفة سين بعد مصفوفة سين حتصير حاجة اسمها الضرب من اليسار خلينا نشوف مع بعض مثال عليها لو أخذنا مع بعض حل المعادلة المصفوفية سين ضرب مصفوفة الصف الأول فيها 4 و 3 الصف الثاني فيها 2 و 1 تساوي مصفوفة الصف الأول فيها سالب 14 و 8 الصف الثاني فيها سالب 8 و 2 بدي أحل هذه المصفوفة الآن على طول أنا مش فارقة معي سواء كانت بالأول أو بالآخر في خطوات أساسية عندي سين ضرب مصفوفة على طول هذه المصفوفة سسميها ألف تساوي مصفوفة بعد إشارة المساواة سسميها جيم سيصير عندي سين ضرب ألف تساوي جيم هيك خطوة أولى الخطوة الثانية على طول مصفوفة ألف بدي أجيب إلى النظير الضربي فهجيب المحدد أولا اللي هو 4 في 1 ناقص 3 في 2 حيصير 4 ناقص 6 و يساوي سالب 2 أجيب النظير الضربي إلها ألف إنفرس 1 على سالب 2 ضرب أبدل القطر الرئيس بصير 1 أربعة أغير إشارة القطر الثانية حيصير سالب 3 سالب 2 وأسيبها زي ما هي الآن الخطوة المفارقة ما بين الضرب من اليمين والضرب من الشمال إذا إجت مصفوفة سين قبل مصفوفة ألف حيصير المعادلة سين تساوي جيم في ألف إنفرس إذا إجت سين بعد مصفوفة ألف كانت المعادلة اللي حلناها في السؤالين السابقين ألف إنفرس في جيم ألف إنفرس في جيم لكن إحنا هان سين تساوي جيم في ألف إنفرس هذا اسمه ضرب من اليسار ضرب من اليسار تمام؟ إذا سين هتساوي عندي جيم ضرب ألف إنفرس جيم بعرفها أنا أعطاني إياها اللي هي سالب 14 8 سالب 8 2 ضرب ألف إنفرس كما هي 1 على سالب 2 فيه 1 سالب 3 سالب 2 4 طبعا السالب نص هتبدو يدلو يستناني للآخر فهحطه بالأول سالب نص ضرب أبدأ أضرب المصفوفتين في بعض سالب 14 في 1 زائد 8 في سالب 2 سالب 14 في سالب 3 زائد 8 في 4 سالب 4 سالب 8 في 1 زائد 2 في سالب 2 سالب 8 في سالب 3 زائد 2 في 4 أبدأ أجمع وسالب نص فيه عندي سالب 14 في 1 سالب 14 وتمانية في سالب 2 اللي هي السائد سالب 16 المدخلة اللي جنبها سالب 14 في سالب 3 حطه أعطيني موجب 3 في 4 12 اللي هي 42 زائد 8 في 4 اللي هي 48 الصف الثاني سالب 8 في 1 سالب 8 زائد 2 في سالب 4 أيضا سالب 8 آخر مدخلة سالب 8 سالب 3 حطه أعطيني موجب 24 و 2 في 4 اللي هي 8 أجمع أكثر سالب نص فيه سالب 14 زائد سالب 16 حطه أعطيني سالب 30 42 زائد 48 10 90 سالب 8 زائد سالب 8 حطه أعطيني سالب 16 24 زائد 8 حطه أعطيني 32 آخر حطه أدخل سالب نص أضربها في كل المدخلات سالب نص في سالب 30 حيعطيني 15 سالب نص في 90 حطه أعطيني سالب 45 سالب نص في سالب 16 حطه أعطيني موجب 8 وسالب نص في 32 حطه أعطيني سالب 16 وهيك بكون أوجدت المصفوفة المجهولة سين أوجدت المصفوفة المجهولة سين خلينا نشوف مع بعض مثال أخير أو سؤال أخير اللي هو صفحة 79 سؤال 5 صفحة 79 سؤال 5 خلينا نحلوا مع بعض معطيني 2 سين ضرب المصف المصفوفة لمدخلات الصف الأول 5 سالب 6 مدخلات الصف الثاني 3 سالب 4 تساوي مصفوفة مدخلات الصف الأول سالب 1 7 مدخلات الصف الثاني 2 صفر طب يا أستاذة هذه السؤال فيه 2 سين إحنا اللي أخذناها سين بنمشي نفس الخطوات وحيكون الفارق في آخر خطوة لما أتخلص من الاتنين تمام؟ يعني حتكوني على الصورة 2 سين ضرب ألف تساوي ج إذن المصفوفة لمدخلاتها 5 سالب 6 ثلاثة سالب أربعة هي ألف وبالتالي على طول بدأ روحها جبلها المحدد فالنظير إن حسب محدد ألف حيساوي 5 في سالب أربعة ناقص سالب 6 في ثلاثة 5 في سالب أربعة سالب عشرين سالب في سالب موجب 6 في ثلاثة في طمانطعش يعني سالب عشرين زائد طمانطعش حيعطيني سالب اثنين إذن أول إشي جبنا محدد ألف وهي مصفوفة غير منفردة فلها نظير ضربة نجيب ألف إنفرس حتساوي واحد على سالب اثنين ضرب أفتح مصفوفة أبدل أماكن القطر الرئيس حتصير سالب أربعة فوق الخمسة تحت أغير إشارة القطر الثانية وحصير موجب 6 فوق سالب ثلاثة تحت الآن ألف إنفرس صارت عندي واحد على سالب اثنين ضرب مصفوفة الصف الأول فيها سالب أربعة وستة الصف الثاني فيها سالب ثلاثة وخمسة الآن أوجدت أنا نظير ألف كخطوة أولى ممتازة الآن بدي أجي أقول إذن اثنين سين ماذا تساوي تساوي جيم ضرب ألف وسالب واحد لها النظير ليش؟ لأنه هنا عندي ضرب من اليسار ضرب من اليسار لأنه مصفوفة سين المجهولة إجت قبل المصفوفة المعلومة فبيكون عندي ضرب من اليسار الآن أعود مكان الجيم والسين الجيم والألف إنفرس فعندي اثنين سين تساوي جيم مصفوفة معروف مدخلاتها سالب واحد سبعة الصف الأول اثنين صفر الصف الثاني ضرب ألف إنفرس اللي هي سالب نص ضرب المصفوفة الصف الأول سالب أربعة وستة الصف الثاني سالب ثلاثة وخمسة طيب نفس الخطوات اثنين سين ستساوي وسناس هل من يكثير الصف الأول في العمود الأول سالب واحد في سالب أربعة زائد سبعة في سالب ثلاثة سالب واحد في الستة زائد سبعة في خمسة لأن الصف الثاني وأول كما أنت بخدرت أربعة صف الثاني Estados وسالب ثلاثة الثاني أخر والصف الثاني في العمود الثاني 2 في 6 زائد 0 في 5 أبدأ أجمع 2 سين تساوي سالب نص في سالب 1 في سالب 4 موجة ب4 زائد 7 في سالب 3 سالب 21 سالب 1 في 6 سالب 6 7 في 5 خمسة وثلاثين 2 في سالب 4 سالب 8 0 في سالب 3 صفر يعني سالب 8 2 في 6 12 12 زائد 0 في 5 صفر أجمع الأعداد في الصف الأول عشان أوصل للمدخلات هايسيري عندي 2 سين تساوي سالب نص في 4 زائد سالب 21 حتعطيني سالب 17 سالب 6 زائد 35 حتعطيني موجة ب29 والصف الثاني كما هو سالب 8 و12 الآن عندك أحد الخيارين أعزائي الطلاب خلينا ندخل السالب نصف الأول وبعدين نتخلص من الاتنين المضروبة في السين إذن 2 سين تساوي حضرب سالب نصف في سالب 17 حتعطيني 17 على 2 موجة سالب نصف في 29 حتعطيني سالب 29 على 2 سالب نصف في سالب 8 حتعطيني موجة ب4 سالب نصف في 12 حتعطيني سالب 6 الآن أنا دخلت السالب نصف طيب آخر خطوة راح أتخلص من الاتنين بضرب في نص الطرفين عشان أتخلص من الاتنين المضروبة في السين النص حتاخد الاتنين وتروح إذن عندي السين تساوي النص راح أضربها في مدخلات المصفوفة حتصير نصف ضرب 17 على 2 نصف ضرب سالب 19 على 2 19 29 عفوا سالب 29 على 2 النصف ضرب 4 والنصف ضرب سالب 6 فسين حتساوي طبعا نصف في 17 اللي هي 1 في 17 17 و2 في 2 4 أنا حتصير 17 على 4 1 في سالب 29 سالب 29 و2 في 2 4 يعني السالب 29 على 4 طبعا النصف في الأربعة حتصير حتعطيني 2 النصف في سالب 6 حتصير حتعطيني سالب 3 إذن المصفوفة سين اللي أنا ببحث عنها مدخلات الصف الأول 17 على 4 سالب 29 على 4 مدخلات الصف الثاني 2 أو سالب 3 وهيك بنكون أوجدنا المصفوفة سين المصفوفة المشهولة إذن أعزاء الطلاب لما بيقول حل المعادلة المصفوفية بيسكت بدي أطلع ما بعد إشارة المساواة إذا كان ما بعد إشارة المساواة مصفوفة من الرتبة الثانية على طول تحل بطريقة النظير الضربي حاجة ثانية لازم أن تبهلها إذا كان السين بعد المصفوفة المعلومة ألف سين بعد ألف فإسمه ضرب من اليمين وحتكون معادلتها سين تساوي ألف إنفرس في جيم إذا كان السين بعد قبل المصفوفة المعلومة ألف فإسمه ضرب من اليسار وحتكون سين تساوي جيم في ألف إنفرس إلى هنا أعزاء الطلاب نكون قد انتهينا من درس النظير الضربي بجميع أجزاؤه أتمنى من الله أن نكون وفقنا فيما عرضنا وأن استفدتم استفادة كاملة شكرا لحسن استماعكم نلتقي الدرس القادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى جميع دروس عبر منصة ساوني كلاود وبرنامج التفوق ويمكنكم تحميل التطبيق عبر الهواتف الذكية من متاجر تطبيقاتي بسهولة والبحث عن حساب برنامج التفوق بكل يسرع والاستماع إلى كافة الدروس الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتمنع كنتم مع شرح المفصل لمنهاج الصف الثاني عشر فرع العلوم الإنسانية ومبحث الرياضيات شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم